السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم انا فلوكسفاغن تيرومونت اعلى درجة هاي لاين نرى ما بعد طبعا كالعودة ستجدون تفاصيل فلوكسفاغن في وصف الفيديو وكيل الكويت الحصري وايضا موقوع ملكتروني وسعر فعل اليوم 16900 دينار كويتي مع كفالة 5 سنين مفتوحة المسافة وسيرفس لغاية 75000 كيلومتر مجاني كعادة هذا الفيديو سنبدأ في جولة سورية عن سيارة من كل صوب ونكمل بالمواصفات مع بعض ونبدأ بالمحرك والمحرك يكون 3.6 36 سلندر تنفس طبيعي يولد 280 أحصان وعزم يصل الى 360 نيوتن متر وتصل بغير واتوماتيكي من 8 سرعات ويكون الدفع الرباعي الشهير مع الفولكسفاغن فور موشن توفر على حتى أقل درجة موجودة في الفور موشن سيارات الألمانية والأوروبية بشكل عام تشاهدون فيه دائما هكين زيادة موهك واحد أو ليس بك واحد حتى يثبت الكبوت في حال انه يوجد هوا شديد أو حتى إذا تماشي بسرعة 120 أو 130 وفي هوا ما يهتز الكبوت تكون أثبت وأجمد في الخطوط السريعة والليتر الواحد من البنزين منشيك 10 كيلو هذا البنزين يكون 70 لتر فبحسب بسيط سيكون تقريبا 700 كيلو ولكن ليس شرط تطيعك الأقرام هذه على حسب ظروف القيادة والبنزين يكون 95 مثل ما تشاهدون نبدأ بالمواصفات هذا هو شكل مفتاح مفتاح تقليدي من فلكسفاغن فيه تبطل التبه و تقفل السيارة فلكسفاغن تيرمونت طلعت سنة 2017 وليه الآن ما تغيرت أو صار عليه تحديث أو فيسلفت تنزل عندنا باسم تيرمونت وتنزل بأمريكا باسم فلكسفاغن أطلس طبعا تنافس فئة ميد سايز سيو في أو الكروس أوفر فل سايز اللي هي نيسان باثفايندر و تيوتا هايلايندر و هوندا بايلوت والفئة هذه من السيارات اللي فيها منافسة جدا شريسة نشوف بالأمام وهوية فلكسفاغن واضحة على السيارة أيضا الليتات الذكية الـ LED فيها IQ تقريبا نفس الميتريكس تكنسلك الإضاءات ضد التوهج السيارات اللي معاكسة بالاتجاه أيضا عندنا خط الكروم هذا منتد على الليت شكله طالع صراحة جميل أيضا كأن هذا الكروم ماشي وصير LED التصميم الأمامي جدا جميل أيضا عندنا كاميرا تكون 360 درجة أو موجود في السيارة ونشوف إن شاء الله من داخل الحساسات موجودة وموجودة على الجنب فيها مساعدة للاستفاف بشكل تلقائي انتربان تتوفر في 6 ألوان خارجية مثل ما تشوفون في تصوير الألوان وهذا هو الفئة الـ High Line اللي هو أعلى درجة موجودة اليوم تتوفر في 6 ألوان جدا جميل الخيارات الموجودة في السيارة السيارة بالعرض تكون 1989 وطول قاعدة العجلات تكون 2979 ملي متر الطول الإجبالي للسيارة يكون 5036 ملي متر ارتفاع السيارة عن الأرض يكون 1769 ملي متر تاير يكون 255 50 20 إنش وما تشوفون هذه الفندرات البلون الأسود أيضا موجودة تحت في حالنا فيك أو يوسخ أو شيء ما رح يدش بالسيارة لأنه يطلع مع الأسود هذا يغطي على أو ما يمنع الوسخ تدش داخل السيارة نرى ترامونت من الخلف لدينا الليتات تكون LED مع كشف أباب خلفي أيضا الليت الإشارة يكون LED مع إضاءات بالكامل LED وحطين بصمة IQ تشوفون هنا أتمنى تكون واضحة لدينا بصمة V6 اللي هو 6 سلندر اليوم ودبل اكزوز يكون من تحت مثل ما تشوفون والحساسات أيضا موجودة تحت باللون الأسود على القطع البلاستيك الحماية هذه طبعا هناك حساسات على الجن راح نشوف إن شاء الله ما تشغل الاستفاف التلقائي ما للسيارة أيضا في بصبة فور موشن كما تشوفون الدليل إن الدفع رباعي في السيارة تحت الدبة بشكل كهربائي تفتح ونشوف السعر الخلفية تعتبر جدا ممتازة في الفلكسفاقين تيرومونت في حال أنك رافع الكشناتة اللي يصف الثالثة تصل إلى 583 لتر تعتبر سعر جدا ممتازة عندك سعر اليسار وعليمين استغلال المساحات جدا ممتاز في السيارة إذا عندك مكان حق الجيك والعدة موجود عندك إضاءة LED موجودة هنا أيضا تقدر إذا طويت في حال أنك طويت الكشن الصف الثالث بكل سهولة تسحب هذا ودز الكشن يدعش داخل على طوله يصبح فولد إذا صدحت الكشنات اللي بالخاء اللي بالصف الثالثة تصل إلى 1571 لتر مساحة جدا ممتازة يمكن الأفضل بالسوق حتى إذا طويت الصف الثالث صف الثاني عفوا تصل إلى رغم خيالي 2700 من ناحية السعر الداخلية هو الأفضل في المنافسين أيضا فيه هنا 12 فولت موجود وعندك حاملات أكواب وموجود حاملات أكواب على اليسار طبعا 12 فولت فقط لا يوجد مكان شحن هذا من عيوب السيار لأنه لا يوجد فتحات USB في الصف الثالث أيضا فيه تكييف مثل ما تشفون على الديب السي بيلر أليمين على اليسار فيه موجود تكييف طبعا كنت تسكر الدبع عن طريق منك تضغ الزر اللي فوق بشكل كهربائي رح تسكر الدبع وياك داخل طبعا كيلو سنتري تدخل ذكي بدون مفتاح تخلي مفتاح بجيبك وتروح للسيارة يكون دخول ذكي على طول بدون مفتاح تحط يدك وراح يفتحوا وياك عنده هنا البلايند سبوت أو النقطة العمياء موجودة في المنظرة أيضا فيها ليت LED موجود تصميم الباب بصراحة الباب مواد جدا ممتازة مستخدمين هذا نفس الخشب وأيضا عندك بلاستيك فوق وفي مكان تطريز هنا مع اللون التان اللويان اليوم هذا هو فيه توفر لون تان وتوفر لون بيج وتوفر أيضا لون أسود ممتازة عندك المناظر أكيد تكون بشكل أوتوماتيكي بالكامل أيضا تقدر تطويهم في حال انك نزلتها لتحت راح تطوي المناظر اللي بالخارج عندنا مكان تخزين ممتاز تحت وفي مكان الدبة موجود هنا فندر من 12 سماعة وأيضا تقطع القفر الأبواب من هنا دائرة تتصنع في USA اللي هي أمريكا مثل ما تشوفوا من سايق بشكل كهربائي بالكامل مع ثلاث وإضعيات للممري ودعم قطنية الظهر موجود في الكيشن الكيشن الراكب الأمامي يكون كهربائي بالكامل نكون فيها بفتحة بنارامية عملاغة مثل ما تشوفون وباسم الله نبدأ في الداخلية عندنا هنا زر التشغيل وعندنا السكان يكون رباعي الأضلاع أيضا من الجلد والتطريز مثل ما تشوفون موجود عندنا الأجرار عيصار خاصة في مثبت السرعة وأيضا نظام الرادار متفاعل الذكي وأوامر السلامة تكون هنا موجودة رح تطلع عليك مثل نقاط العمية ومنع التصادم الخلفي تقدر أنك بضغطة زر تلغي أحد منهم عن طريق الشاشة رح نشوفها إن شاء الله تزيد وتنقص السرعة وأيضا عندك المسافة بينك وبين السيارات اللي بالأمام لازم أنك ثبت السرعة بعدين تقدر تحدد المسافة اللي بينك وبين السيارات اللي بالأمام على اليمين السكان الأزرار اللي خاصة في الشاشة اللي من هنا اللي بالنص هذي شاشة العداد أيضا التراك موجود وتطول وتقصر على صوت موجود هنا الأزرار هذي خاصة في المساحات والعصر ثاني تكون حق تزيد أو تنقص من حدة الإضاءة اللي سار هنا تحت في اللي تكون أوتوماتيكي بالكامل كشاف ضباب موجود في السيارة أيضا الكشاف ضباب الخلفي في مكان تخزين منتاز تحت والسكان يكون يدوي تقدر ترفع وتنزل عن طريق الليفر هذا أو المسكة هذي تفتحها وترفع وتنزل من السكان نفسه والشاشة هذي تكون مقصة 10 إنش تقدر تحكم فيها عن طريق الزرار اللي موجودة هنا تضغط الفيو مثلا تقدر تغير تحت مثلا المساعدة السائق أو المساعدة السائق راح تشوفها اتجاهات موجودة في الشاشة اللي بالنص حتى ذا بالتلفون وحالة السيارة والبنزين والمعلمات اللي تم السائق صراحة ميزة جدا منتازة من ناحية سيارة عائلية والسعر اللي انت تاخذ المقابل اللي تحصله من تكنولوجيا جدا ممتاز نظام الترفيه موجود بالنص مقاصة 8 إنش يدعم الابل كوبلاي والاندرويد اوتو عن طريق الزر هذا اللي موجود أيضا عندك في شغلة جميلة جدا يدعم اليماءات تلف جديد تلف الصبحة من اليماءات ايديك مرات تشتوى مرات لا وعندنا أيضا مثلا التكييف تقدر تشوف التكييف وين طبعا التكييف راح نتطرق لإن شاء الله دقيقة بس وأيضا تقدر انك تفتح التكييف الخلفي وتكفلها عن الركاب الخلفيين في حال ان اطفال وهذا ما تبي تعبثون في نظام التحكم بالتكييف الخلفي تقدر انك تكفل عليهم تحط لهم درجة حرارة اللي انتبي وأيضا تقدر تحط الفلتر اللي موجود فلتر الزيادة لتنقية الهواء بزيادة شو اذا قررت من الشاشة راح تطلع لي الاعدادات لان فيها سنسر اذا قررت بس منها راح يشتغل عندك الازرار ايضا الشاشة فيها النافيكيشن وايضا عندنا النظام مراقبة السيارة الزر هذا طبعا كل هذا الامس وعندك هنا فرار للصوت تضغط هذا راح تفتح لك نمط القيادة السيارة من نظام الطرق الوعرة مثلا تشوف عددات مثلا لفة السكان وين بالضبط وايضا الزاوية والميلان للسيارة او تبي مثلا حرارة نظام التبريد وحرارة زيت المحرك يعني اشياء مهمة في نظام الطرق الوعرة ايضا عندك مقصورة القيادة الرقمية تقدر انك تغير العداد اللي يطلع لك بالنص مثلا تغيره تحط كلاسيكي او المنظر الواحد يحط لك هذه او منظر اثنين او المنظر الثالث النظام يحط لك واتجاه عندنا ايضا طرق الضبط في السيارة تقدر انك مثلا صف السيارة والمناورة تقدر انك تشغل اشياء جدا عديدة في السيارة تحكم باشياء واجد مثل النظام يمسح مع اوتوماتيك مع المطر والمساحات تقدر تلغيها وتحطها من هنا ايضا عندنا اضاءة محيطية تقدر تطول عليها وتكسر عن طريق الزر اللي موجود هنا اولة الزرارة الشاشة هذه اشياء واجد تقدر تغيرها بالشاشة اللي بالنص فيها اعدادات كاملة للسيارة وايضا استجابتها لللمس جدا ممتازة كانك تستخدم تلوفون عادي وايضا المساعدة في السيارة بشكل كامل تقدر تحكم فيها عن طريق الضبط هنا وتحط النظام اللي ينتبه بالضبط في السيارة ازراء التكيف ما شاء الله جدا واضحة تحت تحط الكاب فرار عرطه تكسر وتحط اللي ينتبه بالضبط ترغط مني ورح تطلع لك بالشاشة اللي تاعلي فوق ايضا السيارة فيها التدفئة وتبريد للكراسي اللي بالامام عندك ثلاث مراحل للتبريد ثلاث مراحل للتسخين ما عزيش لنشتغلون بنفس الوقت لكن شو ماذا نشغل بنفس الوقت دايلا انك تبرد وتدفع بنفس الوقت ايضا عندنا ماكس اللي هو حق الضباب والضباب الخلفي وعندك ازرار هذه مثلا درج حرارة مفصولة للسائق والراكب مثل ما تشوفون اغير تغير فقط العليسار واليمين ثابت ايضا تضغط الزر هذا راح تتزامنهم بع بعض راح تغيرون درج حرارة بشكل كامل عندنا مكان تخزين انا حاطة الفوني قاعد يشحن فقط تحط هنا راح يشحن في شاحن وادلس ايضا عندنا الـ تايب سي و تايب اي تايب سي و فيه الـ 12 بولت موجود في السيارة من تحت عندنا الديكور الهني مستخدمين بيانو بلاكت من النت يستخدمون شيء ثاني لان هذا راح تزلق و توصخ مع الوقت عندنا غير ميكانيكي من ثمان سرعات مو كهربائي لو كهربائي مستغلين مساحة لتحت يكون افضل يعني سيارة عائلية تحطون غير كهربائي افضل لانها يستغلك فيه مساحات يعطيك تحت حق التخزين بالمناسبة فيها 17 حامل للكوب يعني اذا انت وياك مشاري بواجد يعني عصاير و هذا تقدر تحطه ما عندك مشكلة فيه 17 حامل للكوب في السيارة عندنا حامل الكوب هنا او حاملات الكوب شوف هذا الماء اشيلا عادي ايضا فيه مكان للطفاية الله يبعدكم عن الزقاير وفيه اضاءة LED ايضا هذا الـ drive mode او selector راح تحطلك على طول بالشاشة نظام مثلا طبرق ووعرة او تقدر تحط هنا السنو والطريق والرمال والثلج موجود فيه الازرار هنا ترغط دقما راح تحول الى المود ايضا تقدر تخير المود الاقتصادي ولا الرياضي عن طريق الشاشة زر يبطل لك الكاميرا الخارجي او تقدر تحط ثريدي وتشوف السيارة من كل صوب مثلا تلفيني سار طبعا مو نفس الاودي ولكن يعطيك رؤية 360 درجة ممتازة جدا وكافية بالنسبة لسيارة عائلية ايضا عندك تقدر تطور تقصر على اضاءة وكافية الشاشة التباين والحدة وحتى الاضاءة تقدر تقصر عليها على راحتك عندك ايضا الزر العليمين هذا يصف السيارة من نفسها ستضغط الإشارة وهو بحث الكامير او يسار ويصف السيارة بتلقائيا ايضا عندنا السايد بريك يكون الكتروني وهذا هو زر التشغيل هنا وفيه تكايب النص تمنى تكون فيها صراحة ثلاجة ما شاء الله حجمها عملاغ جدا وعندك تايب سي موجود يعني تمنى تكون فيها ثلاجة صراحة انا دائما اقول سيارة العائلية لازم فيها ثلاجة خصوصا بجونة اللي عندنا هنا مكان تخزين هنا ممتاز وفيه اس دي كار تقدر تحمل على الشاشة او شيء موجود الاس دي كار دي هنا ايضا عندنا الفوق للاسف ما فيه مكان حافظ للنظارات الليتات تكون كلها LED المنظر تكون فريملس بدون اطار ايضا عندنا المنظر اللي فوق تكون فيها LED من فوق مثل ما تشوفون ايضا اذا فتحتها تقدر انك تمدها وترجعها على حسب اتجاه الشمس اللي انت تشوفه نشوف الساعة الخلفية في فولكسفاقين تيرامونت عندنا الزر تقدر تفتح الى اربع بواب وتكفل للصعود الى الصف الثالث عندك الزر هذا فقط تسحبه او لذر تسحبه ورح يرفع لك الكيشن رفعة قوية لانك اذا اضع كار سيت او تشايلد سيت حق الجهال الاطفال تقدر نكدز الكيشن وماشاء الله عندك ساعة جدا ممتازة للدخول الى الصف الثالث انا سنجالس في الصف الثالث راح نشوف نرجع الكيشن ونشوف الساعة مع بعض اذا مخلينا على تذي ماشاء الله من افضل السيارات صراحة اللي ركبتها في الصف الثالث شوفوا ساعة حتى الطويل ترى ما عنده مشكلة حتى مسافة الاقدام وانا يكون الرجل مو مرتفع حيل فمساحة جدا جدا ممتازة في الخلف ايضا عندك حاملات كواب ثلاثة هنا وفي مكان التخزين الصغير في مكان ايضا التجويف داخل هنا وايضا عندي تكييف ممتاز جدا بالخلف الفتحة بالنورامة تمنيتها تكون اكبر شوي يعني بالعرض خاصة لكن ممتازة وتعطيك ساعة داخلية جدا ممتازة في ساعة ما شاء الله حق الركاب الصف الثاني من الخلف يعتبر من الافضل اذا ما كان الافضل في المساحة الخلفية بكل سهولة تسحب هذا ستقدم عندك الكيشن فقط تدزها شوي وعندك ما شاء الله ساعة جدا متازة للخروج ونشوف الساعة في الصف الثاني السيارة لا يوجدها مسكة هنا حق الصف الثاني لان ما شاء الله فيها ارتفاع السيارة فتمنيت تكون فيها مسكة افضل فيها ستارة يدوية بالخلف تقدر انك تفتحها وتركبها فوق بشكل جدا متاز تحجب عنك الشمس عندي مسافة ما شاء الله خيالية في الصف الثاني في حال اني يعني الصف الثالث ركب مثلا واحد طويل حيل تقدر انك تقدم الكيشن وما عندك اي مشكلة ما شاء الله فيه ساعة تخزين هنا وايضا فيه مكان هنا وايضا عندنا التكييف الخلفي فقط يكون هنا يتمنى تكون على مثلا البيبلر او فوق يكون يحطون تكييف في دولة الحارة جدا الكويت تقريبا درجة حرارة بالصيف توصل الى ثلاث خمسين اربعة وخمسين درجة فما توقع ان هذول اثنين بس يكفون عندنا للأسف الكيشنات تدفئة يعني ما احتاجه للا يمكن شهر واحد بس عندنا بالكويت تطول وتقصر على المكيف بشكل جدا سهل من الخلف والله شوفهم انا الان فتحتها فيه دفع قوي ما شاء الله في الهواء فان شاء الله ان يلحق في الصيف ايضا عندنا 12 فولت موجود تحت واثنين تايب سي موجود تحت في المكان تحت حق الشحن الكاية موجودة فيها حاملات كواب اثنين وايضا فيه حامل كوب صغير بالنص وايضا الكيشن الخلفي تقدر انك تراجع وتقدم على راحتك مثلا الان ارجع لكم سنادة الظهر مثلا مثل ما تشوفون ترجع الى الكامل وايضا تقدم وايضا اقدم من تحت اقدر مثل ما تشوفون موجود داخل الكيشن عن طريق الفتحات مثل ما تشوفون اتمنى اني وثقت في شرح عن فلكسفاغن تيرومنت في حال انك لم تكن تابعني بالقناة تابعني ليصلك فيديوهات نفس هذه اول بول حياكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا